السلام عليكم و كيف رأكم كانت مننا يا ربي تكونوا كلكم باخر والاخر فهدا اخر فلوغ في بيرلين و اخر نهار عدنا هنا في العسمة بيرلين في الاشياء ان شاء الله غاد نرجعوا بحنا للتنمار كنوصلوا لعكوزة ديالي عاد نمشوا بحنا انا و راجليل سويد فجمعنا حواجنا و كل شي دباء احنا هبطنا لتحيز باش نفترو فهنا حاطين سلمون مدخن و حداه قاع انو جنبون ولكن حرام هنا الفرماج العادي و طريحته هو موجود وهناك الخوبز و الكخواسون و الكونفيتوغ الحاجة اللي اجباتني و اول مرة كنشوفها منين جيز هنا لأوروبا هي الزبدة البلدية حيث ما عماني اشتفت دوا سكانتانا في يوم كيبيعوهاش فصراحة فرحت مني اشتا عندهم وهنايا حاطين برردات كل واحد يصيب اتي ديالو راسو و حاطين بزاف ديال انواع ديال الشاي المونسم زائد قطاع ديال الحامض و سكنجبير اخضر حتى نسكر حاطين هادك اللي صحي فانو عقوزتي غالين نشربو نفس الشاي اللي هو شاي اسود بالحالي بالنسبة لراجلي ما كيشربوش فغالي يكتافي فقط بالقهوة صراحة ما سخيناش من بيرلين ولكن هذا اخر النهار اللي نفيها للأسف ولكن العطلة كانت تستغزالة بالسف فقبل ما اننا نمشو بحالنا قدرنا اننا نستغلو هاد النهار هذا و نزيدو و نشوفو و نتعرفو على بزاف ديال الاماكن اللي كانين هنا يا منهم تيمتال الناصر او برج الناصر و نقطة تفتيش تشارلي غادي نوريها لكم حتى هي من بيت فابقوا معايا هنا حاطين ما عادي زائد ماء منسبة نعنع و الخيار عاصر تفاح و عاصر اللي مونحسة هو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالرعبة وهذا هو تيمتال الناصر او برج الناصر و حاطين فقووو آلهت ناصر فيكتوريا بنوح سنة 1873 في واحد منطقة اخرى او مدينة اخرى ما بقتش عقلة بالضبط ولكن جابوه لهذه البلاسة في عام 1938 الارتفاع دياله 69 متر والداخل فيه تقريبا 285 درجة والداخل كذلك فيه حطين هو ديالي نبحى المتحف وحطين فيه جميع المعالم تاريخية ديالعالم سواء لندن فرنسا انا غدينسون لكم الداخل لو ردي تشوفوا بعينيكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بطاقة اشتركوا في القناة دافة الكريم هناك صخرافة جيدة أما الجزء الثاني فهو عادة بتخيله 285 درجة ماشي سهلة ولكن المشكلة الأكبر هو أن الدروج مضيقين بزاف ما كانش لسباز زيدوا عليها لكن انتم طالعين مثلا في الدروج وشي وحدين هابطين بحالهم فأخاصكم توقفوا وتلسقوا مع الحيط باش ما تطيحوش هانتم هاد الدروج كيفاش كيبنوا ليكم وآخيرا طلعنا القيمة كيف ما يقولون كان واحد الريح وواحد البرد يديش مدوا بزاف محزش بيهم وما قدرتش نقرب لشبه كراني لاسقا في الحيط حتى عندي فوبيا من الارتفاعات فكان خاف بزاف أصلا ما كانش عجباني الفكرة حتى غير مشيت معها حتى هو رغبني فكان قول فوقا جنابتو ضغياب حالنا ونمشي وهذا هو تمثال النصر أو تمثال فيكتوريا وآخيرا نصلنا له وتابا غادي نحبطو بحالنا ونمشيو البلاس أخرى اللي هي نقطة تفتيش تشارلي حتى هي معلمة تاريخية ومازالين محافظين عليها وقع الناس ديال الناس اللي كي يجوو لبرلين من الألماني اللي هو هذا باش ناخدو تصاور كذكريات حيث يمكن رجوع اللي هنا يمكن لأ على حساب ما عرف مش زمن شنو مخبع لنا فاقنا أننا نستغل له الفرصة ونصوروك في كالبلايت اللي زوينين واحد الحاجة اللي احتفال مدينة أنكم فاش كتجيوا لها كتحسوا بالجو ديال الحرب كل شي كتعلق بالحرب سواء التاريخ سواء المعالم حتى الناس اللي كيبيعوا في الزنقهان مثلا هادو كيبيعوا الطرابش ديال العسكر ديال الروس والجوكتة ديال هما هما والماسكات ديال الحرب هما فاحنا يدى بوصلنا لنقطة تفتيش ديال تشارلي اللي هي هادي راس صورة دياله الفوق كتبان والعسكر اللي كان قابض هاد نقطة تفتيش هو الاصل دياله امريكاني والاسم دياله تشارلي وهادي هي تصويره دياله فباختصار باش نعرفكم عليها فنقطة تفتيش تشارلي هي نقطة عبور جدار بيرلين بين بيرلين الشرقية و بيرلين الغربية في يمات الحرب الباردة ما بين 1947 و 1991 هنا كانوا كيقلبوا ليهم الباسبورات هاد البلاسة كتعتبر من اهم مناطق الجذب السياحي في بيرلين واقوى رموس تقسيم في المانيا و كيفما كانت شوفو خلاوها كيفما كانت ما بدلوا فيها حتى شي حاجة هنا كان كان كيقف داك العسكر و كان كيقلب ليهم اه ما كانش الناس مثلا الاشيجوا للمانيا و بيرلين ضروري تأتيوا لها مهمة بسافة الناس تصوروا فيها و كي يحفطوا كي يديروا هكا ذكريات فحتحنا كذلك خضينات سيورات تصورنا هنا وحدها كان واحد كان واحد المحل كي يبيع ذكريات مثلا انا بغتو تشريو شي ماغنيت تلاجة أو شي حاجة بحلقة أنا صورتها لكم من الداخل يعني ما بدلوا فيها حتى شي حاجة نهائيا بقتية هي وهذه النقطة التفتيش تشارلي هي الوحيدة اللي بقعت حيث كل شي كل شي ريبو بقتغي هذي عليها الناس كي يجوليها وهذا المحل كي ينحده بالضبط فادخلنا ليه باش نشريو شي حاجة نضيوها معانا عقوسي بقى تشري شي ماغنيت تحتفت الله حيثهم عندهم العدد ديالهم بقى تشريو شي حاجة منها كذكره وحتى احنا كذلك سنشريو ماغنيت ونخليوها نخليوها نختار ومن هنا نصور لكم ذاك الشي اللي كي بيعوه ماهو عندهم ماهو الاتمينة صراحة رخيصة بسلاف مكنش شي حاجة غالية فعقوسي اخترت هذي غدي اتخذها بالنسبة لي انا وراجلي فماازال نختار وانا كنختار حاجة وراجلي كي اختار حاجة ماازال ماتتفقناش وهادي كانت اخر بلاصة غدي نزوروها في بيرلين من بعد قررنا اننا نمشو نناكلو في بيتزاهوت نحضو بيتزا وشي حاجة بحلاكة من بعد غدي نشتو طريق حيث خصنا نسوقو من هنا فين كان الباطول اللي غدي نشتو خمسة سوايح دي الطريق وده اصلا مدى كي ضلعم الحال فهنا كيف ما كتشوفو جينا باش نناكلو دجل حال ضلعم وماازال خصنا نسوقو خمسة سوايح وعينا وفينا الجوع في نص الوقت ماكليناش من الفطر اللي كلينا صافي فغدي نناكلو غدي نشتو طريق ان شاء الله مشو بحالتنا تقريبا دابا اصدقنا ساعتين واجينا لهاد ستيشن نخطوك وغير نكملو الطرق دينا ما زال لنا ثلاثة دسوايح وهنا كيف ما كتشوفو ووصلنا للمرسا ووصلنا للمرسا فين غير نشتو الباطو وحنا دابا في الباطو فكانتمنى الفيديو يكون فاتكم وعجبكم الفيديو كان تاريخي بمتياز واخر نهار لينا فشكرا بالساف على المشاهدة وكانتمنى من الناس اجداد انكم تشتركوا ودروا ابوني ودروا لايك الفيديوهات للمزيد ان شاء الله حتى الله افرازكم بزاف وبسلام عليكم اشتركوا في القناة